نحن يمكننا النهاردة مخصصين الحلقة لهذا القطاع بالتحديد لأنه كان أو يوجد الكثير والعديد من الإنجازات التي تمت فيه عايزين نعرف في الأول أين كانت الزراعة؟ قطاع الزراعة كان فين في الأول؟ وابقين فين؟ طبعا بسم الله الرحمن الرحيم حضرتك بتكلمي على قطاع الزراعة وهو أهم من وجهة نظري أنا هو أهم القطاعات داخل الدولة المصرية لأن قطاع الزراعة هو بيمسل رأس الحربة في تحقيق الأمن الغذائي المصري وبالتالي الأمن الغذائي المصري هو جزء لا يتجزأ من الأمن القومي صحيح لما نجي نشوف في السنوات الأخيرة ماذا حدث فيجب أن نرجع للوراء قليلا حتى نعلم التطور الذي حدث فيه قطاع الزراعة داخل جميلة مصر العربية يمكن نحن نرجع شوية كثير عشان بس الناس أو المواطنين يبقوا عارفين إيه اللي حصل أو ماشا ده هذا القطاع لما نرجع بس الحد سنة 1952 كان المساحة المنزرعة في مصر حوالي 5-10 مليون فدان وده كان فيه تعداد سكان في هذا التوقيت بيمسل حوالي 18-20 مليون وبالتالي كان فيه نوع من الموأمة أو التوازن ما بين تعداد السكان وبين الأراضي الزراعية وبالتالي كان فيه اعتماد أو عايز أقول كان فيه شبه اكتفاء ذاتي ولكن كان فيه مشكلة كبيرة جدا في توزيع الملكية الزراعية في مصر اللي بنعنا عليه صدر قانون إصلاح الزراعي في 7 ستمبر سنة 1952 بعد قيام صورة يوليو بحوالي 45 يوم اللي هي عملت تحديد الحد الأقصى للملكية الزراعية وبالتالي يعني دخل الفلاح البسيط أو اللي هو كان بيعاني بمشيء كثير جدا أصبح له الملكية تدريجيا ابتدى يحصل هذه التطورات في القطاع الزراعي هذا التطور يعني عايز أقول كان في بعض الأحيان كان بيبقى تطور بطيء إلى تطور متوسط إلى تطور سريع تبقى للمتغيرات العالمية وتبقى للظروف السياسية اللي كانت بتمر ميها وصل خلال هذه الفترة بعد ذلك هنيجي في فترة التمانيات هنلاقي أن حصل طفرة برضك في الزراعة عن طريق استنباط أنواع وسلات جديدة سواء من الأمحة أو الرز إلى أن وصلنا أن مصر كانت أعلى انتاجية في إنتاج الفدان من الأمحة على مستوى العالم وأعلى انتاجية في الفدان على مستوى العالم من الرز وإحنا الاتنين دول بيمثلوا بالنسبة لنا محاصيل استراتيجية همى جدا للمواطن المصري يمكن إحنا الدولة الوحيدة على مستوى العالم اللي بنقول عليه عيش ما بنقولش عليه خبز لأنه هو يعتبر أساسي في جميع وجبات المصريين المعيشة يعني اليومية تمام وعلى اختلاف درجاتهم الثقافية أو المالية أو الأمية لا حاجة أساسية على الصفرة بتاعت المصريين وبالتالي إحنا بنستهلك كمية كبيرة جدا من الأمحة المواطن المصري المادي الحضريك على سبيل المثال المعدل العالمي للمواطن على مستوى العالم حوالي 80 كيلو جرام سنويا إحنا في مصر بنستهلك 180 كيلو جرام يعني إحنا بنستهل الضعف حوالي 120% على مستوى المواطن على مستوى العالم ودي بتمثل ضغط كبير جدا على الأراضي الزراعية لأن أنا محتاج أن أنا أوفر كمية كبيرة جدا من الأمحة المواطن المصري وأنا عندي حاجة اسمها التنفسية في الزراعة يعني ما أقدرش أزرع الأرض كلها بمحصول واحد ده بيعمل لي مشكلة استمر هذا الموضوع يعني إيجي مثلا من سنة 84 كان بتواجهنا مشكلة كبيرة جدا وإن المشكلة دي تفاقمت بصورة كبيرة جدا لحد 2014-2015 نلاحظ أن التعدي على الأراضي الزراعية بلغ يعني عايز أقول له حضرتك حوالي 1 و 2 من 10 مليون فدان من أجود الأراضي الزراعية تعدي تماما وتحولت هذه الأراضي الزراعية الخضراء إلى قطة الخرصانية وده أثر معنا بصورة كبيرة جدا ولولا أن كان هناك اتجاه لي عملية الاستصلاح في المناطق المختلفة سواء الصالحية أو النبارية أوه وخلافه كنا احنا عنينا من مشكلة كبيرة جدا لما نيجي بعد كده ابتدت الدولة تنظر نظرة شاملة وعامة لهذا القطاع لأن طبعا إحنا دائما ما نقول أن مصر دولة زراعية يعني دائما إحنا بنتكلم كده حتى بيعلمونا وإحنا أطفال في التاريخ أن مصر دولة زراعية وأن الحضارة المصرية للعالم كله بيحتار في تفسيرها حتى الآن لم تكن تكون موجودة إلا ما يقوم هناك زراعة لأن الزراعة معناها استقرار من لا يملق قوته لا يملق قراره نعم وبالتالي الدولة المصرية كان لها العديد من الاتجاهات أنا عندي مشكلة كبيرة جدا ألا وهي محدودية الأرض ومحدودية المياه يعني محدودية الأرض أنا عندينا مساحة كبيرة جدا وإحنا تقريبا بنعيش على 7-8% من مساحة مصر ولكن عندي أراضي كثيرة جدا غير صالحة للزراعة مش عشان لأن هي غير صالحة لأن ما عنديش المصدر الأساسي للزراعة اللي هو الحياة اللي هو الماء وبالتالي أنا عندي مشكلة ويمكن عندي طبعا بالنسبة لي كمية الماء يمكن أنا عندي عجز في الاحتياجات المئية المصرية يعني بيوصل حوالي 40 مليار متن مقعب سنويا عندي عجز عندي مشكلة في هذا الموضوع وبالتالي إزاي أمام هذه المشاكل المستفحلة إزاي حل هذا الموضوع فكان اتجاه الدولة على العديد من اتجاهات الاتجاه الأولاني هو التوسع الرأسي التوسع الرأسي اللي هي زيادة المساحة المنزرعة وده يعني بان جدا في المشاريع العملاقة اللي أطلقها فخامة الرئيس اللي بدأت بمشروع مستقبل مصر اللي كان حوالي 500 ألف فدان تم استصلاح ومتوقع عليه أن يوصل حوالي 1.5 أو 2 مليون فدان في عملية الإصلاح كان في حوالي 300 ألف فدان في سينة احنا بنتكلم في حوالي أكبر تاني مشروع زراعي يمكن في مصر اللي هو شرق العوينات على حوالي 300 ألف فدان ومتوقع أن احنا نعمل حوالي استصلاح لحوالي 16 ألف كيلو متر وده تاني أكبر مشروع زراعي في مصر ترجمة نانسي قنقر